بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي تناميز الصف الثاني الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من يونيت وان كونكت تو الدرس الثاني اللي حنتكلم فيه النهاردة عن فترات اليوم الأربعة وازاي بنقول التحيات فيهم وازاي نرد التحيات في الأربع أجزاء من اليوم يلا بينا مع بعض في listen to greetings اللي هي التحيات عندي أجزاء اليوم أربعة عشان نقول التحية فيهم أو نلقي التحية على حد فيهم أو نرد بيه التحية لو حد حياني في فترة من فترات اليوم الأربعة بنستخدم القاعدة التالية دي بنقول good good جود يعني جيد أو حسن وبعديها فترة اليوم morning afternoon evening أو night good وفترة اليوم تعالوا نشوف بالصور مع بعض فترات يوم الأربعة وازاي بنحيي فيها morning morning الصباح بنحيي فيه ازاي بنقول good morning good morning صباح جيد أو صباح سعيد نشوف التالي afternoon 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 بنحيي فيه نقول good afternoon good afternoon good afternoon evening evening good evening good evening night night good night good night يبقى في فترة من فترة اليوم بنجيب قبلها الصفة good وبعدين الفترة بتاعتي good morning in the morning good afternoon in the afternoon good evening in the evening good night at night تعالوا نشوف ده جرامبا جرامبا الجد ومعه عمر حيقولوا البعض التحيات في فترتين مختلفتين عشان نشوف لو حد حياني برد عليه بقول له ايه الفترة اللونية morning شايفين الصنع ايه الشمس طلعة فجرامبا بيقول له عمر ايه good morning عمر good morning عمر عمر حيرد عليه يقول له نفس الكلام good morning grandpa good morning grandpa good morning grandpa good morning واجد بيقول له يبر ايه يبر ايه يبقى التحيات اليوم بن وجد بيقول له good evening عمر good evening عمر good evening عمر يبقى التحية من تحيات اليوم بنردها بنفسي التحية Parts of the day فترات اليوم Parts of the day عندي Parts of the day اربعة زي ما احنا تعلمناهم مع بعض من شوية Morning Afternoon Evening وNight بس كل فترة من فترات اليوم فيها حدث او معلومة بنقدمها فيها تعال نشوف نبتدي بMorning ونشوف ايه اللي بيحصل فيه Morning ادي الشمس لسه حتشرق اهيت في الصباح بنقول ايه The sun comes up Comes up In the morning الشمس تشرق تشرق في الصباح تشرق الشمس في الصباح Comes up يعني مع الصن معناها تشرق Afternoon Afternoon الشمس فيه منتصف السماء The sun is in the sky In the afternoon The sun is in the sky في السماء In the afternoon بعد الظهر تكون الشمس في السماء بعد الظهر يبدي مورننج وفي الصباح Evening الشمس بتغرب في الـ Evening Evening هنا The sun goes down in the evening تغرب الشمس في المساء Night Night The moon هنا مون بقى الأمر The moon is in the sky At night At night The moon is in the sky At night يظهر يظهر القمر في السماء ليلا يظهر القمر في السماء ليلا إلا عايزنا على تعليق بسيطة على الأربع جمل اللي قدامي فترات اليوم الأربعة فترات اليوم بتاخد حرف الجر In the morning In the afternoon In the evening إلا night بتاخد At night At night At night The sun comes up In the morning The sun is in the sky In the afternoon The sun goes down In the evening The moon is in the sky At night At night تشوف اللي بعد كده معايا ده في نهاية كل درسة ما احنا متعودين تمرين بسيط خالص Exercise بسيط على المعلومة اللي احنا اخدناها في الدرس ده خمس جمل Rearrange حنرتبهم Read and order Morning Good Grandma Morning Good grandma حنبتلي باليالو اللون الأصفر يبقى حنقوله Good morning Grandma Good morning Grandma Good morning Grandma Number two Sun The Up Comes أداة التعريف زا بيجي بعديها نون اسم يبقى The sun إنما Comes ده بفاعل واب ده حرف جر The sun فين بقى ده ده الفاعل الفاعل اللي بعده comes up The sun comes up الشمس تشرق Moon ذا إن إز زا سكاي برضو ذا حيجي بعديها نون اللي هو مون يبقى The moon إز إن زا سكاي أدي الفاعل ذا مون أدي الفعل اللي بعديه إز حرف الجر إن زا سكاي في النهاية ذا مون إز إن زا سكاي نمبر فور خدناها في لسن 1 بيجوا رائع برافو These are my parents These are my parents رفع عليكم انتهينا كده من درس التاني أرجو أنتم كنون استفدتوا درس سريع وبسيط وفي معلومات شيقة وممتعة أرجو أنتم تشتركوا معنا في القناة وتفعالوا زر الجرس لنوصل لكم الدروس اللي جاية كلها وعايز أقول لكم إن في صندوق الوصف أحسيب لكم رابط في قناة تليجرام فيها كل على الدرس ده اللي محلول تشتركوا فيها ولو في أسئلة حرد عليكم أول بأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته